بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فهذه الوحدة الخامسة وفيها ثلاثة درس الدرس الأول نتكلم فيه عن أقسام اللفظ اللفظ قسمان مهمل كأسماء حروف الهجاء وكقولنا ديز بدلا من زيت حروف الهجاء عندما نقول مثلا حرف الباء جيم هل تدل على شيء مفهوم أبدا إلا أنها تؤلف مع غيرها كلمة وكذا مثلا لو قلبنا زيت ونطقناها ديز هل يفهم منها شيء؟ لا إذن هذا النوع من الأسماء أو من الألفاظ يسمى مهملا وهناك قسم من الألفاظ يسمى المستعمل وهو الذي عليه العمل المهمل هذا ليس عليه عمل وليس له أهمية لا في التصورات ولا في التصديقات المستعمل هو الذي عليه العمل وهو الذي يهتم به الناس وهو الذي استعمله الناس فيما بينهم حتى أصبح مفهوما وسيلة الاتفاهم بين الناس المستعمل قسما القسم الأول هو المركب وهو ما دل جزءه على جزء معنى أي أنه مركب من كلمات وكل كلمة تدل على معنى خاص بها ثم إنه بعد تركيبه مع غيره أفاد معنى آخر مثلا محمد رسول الله محمد كلمة تدل جزءها هذه الجملة محمد رسول الله مؤلفة من محمد ورسول الله كل كلمة من هذه الكلمات يتدل على معنى إذن يدل جزء هذا المركب على جزء في المعنى فهو مركب جملة كاملة لكن كلمة محمد لها دلالة ورسول لها دلالة وكلمة الله لها دلالة هذا اللفظ المركب هو القسم الأول من المستعمل ينقسم إلى كسمين أحدهما المركب التام وهو اللفظ الذي يدل على معنى موضوع له واضح بذاته ويمكن أن يكون من اسمين أو من اسمه وفعل المركب التام هو اللفظ الذي يصح السكوت عليه ويقسم إلى كسمين أيضا خبري وإنشائي فالمركب التام الخبري هو اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته كقولنا سكراطون فيلسوف إذن هذا لفظ مستعمل ومركب ومركب تام ومركب خبري هذا في التقسيم ما معنى خبري أي أنه يحتمل التصديق والتكذيب ومقابل هذا الإنشائي الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب فعندما تقول سكراطون فيلسوف يمكن أن تقول ليس بفيلسوف ويمكن أن تقول صدقت أنه فيلسوف عندما أقول مثلا موسي لما نبي يحتمل التكذيب ويحتمل التصديق ولكن بالنظر ثبت لنا أنه كذب عندما نقول محمد مجتهد قد تقول صدقت وقد تقول كذبت إذن هذه تحتمل التصديق والتكذيب فيسمى مركب لأنه يدل جزء على جزء معناه ويسمى تام لأنه يدل على معنى الموضوع له واضح بذاته يفهم منه الشيء ويسمى خبري أيضا لأنه يحتمل التصديق والتكذيب في مقابله المركب التام الإنشائي وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته باعتبار النظر إلى ألفاظه لا يحتمل أن تقول أنه صادق أو كذب مثلا لو قال شخص اللهم ارزقني مالا هذا تمني هل يمكن أن نقول أنت صادق أو كذب لا يمكن لو قال آخر لابنه يا بني أحضر لي كتابا هل يمكن أن نقول صادق أو كذب أبدا إذن هذا مركب التام الإنشائي القسم الثاني في مقابل المركب التام الذي سبق هو المركب الناقص وهو الذي لا يؤدي إلى معنى واضح يمكن السكوت عليه وهو لا يتركب من اسمين أو اسم وفعل كما مر معنا في مركب التام بل يتألف من اسم وأده مثل لو كنا رجل من نريد أن نقول رجل من المسلمين مثلا وكنا رجل من إذا كنا رجل من المسلمين مركب تام لكن كنا رجل من ثألفت من اسم أده أو اسم حرف لا تفيد معنا لو كنا في البيت يعني ماذا في البيت لو كنا زيد بي ما يفهم منها معنى وهي مركبة لأنها مؤلفة من شيئين أو كانت أيضا مؤلفة من اسم فقط كما لو كنا عبد الله مثلا عبد الله يعني مركب ناقص أو الإنسان مثلا لكن لو كنا عبد الله رجل قائم للليل هذا مركب تام أو كنا الإنسان حيوان ناطق هذا مركب تام هذه الألفاظ لا تؤدي إلى معنى كامل فيجوز الوقوف عنده ولذلك سميت مركبا ناقصا والمركب الناقص أيضا يقسم إلى تقييدين وغير تقيدي كما قسمنا ذاك إلى تام خبري وثام إنشائي إلى ذلك المركب التام هذا يقسم إلى تقيدي وغير تقيدي المركب الناقص تقيدي يكون جزئه الثاني قيدا لجزئه الأول إما بالوصف كما في حيوان مفكر حيوان مفكر يعني يجزز حتاج لا تتمه وناقص وإن كان قيدا قيدا بالوصف أو يقيد بالإضافة كما قلنا في مثلا خادم استقراط خادم استقراط وماذا؟ انظروا مركب تام مركب ناقص مؤلف من جملتين لكنه لم يتم المعنى وإن قيدا بالإضافة المركب الناقص صغير التقيدي هو ما لم يكن جزئه الثاني قيدا لجزئه الأول ذاك كنا أنه قيدا لمركب الناقص تقيدي وكان جزئه الثاني قيدا لجزئه الأول إما بالوصف أو بالإضافة هنا ليس بقيد كما في قولنا مثلا من المدرسة تسعة عشر كل مركب ناقص غير تقيدي ليس أحد الجزئين مقيد للأول القسم الثاني من أقسام اللفظ مر معنا أن القسم الأول هو المفرد القسم الثاني أعفوا المركب القسم الثاني هو المفرد وهو عكس المركب أي ما لا يدل جزئه على جزء معناه كزيد قام هل عمر مكة هي أقسام المفرد الثلاثة هذه زيد وقام وهل لأنه لا يخرج من أقسام الثلاثة أحدها أن لا يستقل بالدلالة على المراد كالحرف والأدى الثاني أن يستقل بالدلالة على المراد ويدل على زمان معين فهو الفعل مثل قام هذا المفرد وفعل والأول مفرد وأدى الثالث أن يستقل بالدلالة على المراد ولا يدل على زمان معين فهو الإسم والمفرد هو ما يهمنا هنا أما المركب فبحثه في المعرفات والقضايا والأكلسة أما الذي يهمنا هنا في التصورات هو المفرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر